بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا هو المجلس الرابع عشر من مجالس شرح عمدة الفقه عمدة فقه بن قدامى لبن جبرين رحمهم الله أجمعين و نحن الآن في المجلس الثالث عشر ووقفنا عند السؤال السادس عشر وهو متعلق بما قبله يقول السؤال من لم يجد مكانا يصلي فيه خلف الإمام ولا بإيزائه فهل يجوز له أن يصلي أمام الإمام مع الدليل ذكرنا القولين في الدرس الماضي أما على المذهب فلا تصح الصلاة فلا يصح أن يصلي خلف الإمام وأما على القول الآخر بأنه إذا لم يجد مكانا فيصلي أمام الإمام قدامه لأنه لا تكليف مع العجز ولا يكلف الله نفسا إلا وسعه طيب السؤال السابع عشر وجوابه في صفحة 364 في الكتاب هل تصح صلاة المأموم الواحد إذا وقف وحده خلف الإمام في صورتيه مع الدليل إذا وجد مكانا با إذا لم يجد مكانا قال المؤلف أوقف المأموم وحده خلف الإمام لم تصح صلاته كذلك الدليل لما روى مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي قال فقمت خلفه فأخذ بأذني فجعلني عن يمينه إذن لا تصح الصلاة المنفرد إذا صلى خلف الإمام وحده وهذا هو الدليل طيب ما حكم السؤال الثامن عشر ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف في صورتيه إذا وجد مكانا وإذا لم يجد مكانا قال المؤلف وكذلك لو صلى منفرد خلف الصف وحده لم تصح صلاته لحديث لا صلاة المنفرد خلف الصف إذن إن كان واحدا خلف الإمام لا تصح صلاته للحديث حديث جابر وإن كان منفردا خلف صف أيضا لا تصح للحديث لا صلاة المنفرد خلف الصف لكن هذا كله في تلك المسألتين على المذهب إذا وجد مكانا وإذا لم يجد مكانا وأما على القول الآخر وهو الذي ذهب إليه بن جبرين الشارح رحمه الله فإنه يرى أنه إذا لم يجد مكانا فالصلاة صحيحة قال المؤلف لكن إن لم يجد مكانا في الصف صلى خلفه يعني صلى الواحد خلف الإمام وصلى كما يكون في الضائرة ما في مكان إلا للإمام إذا صلنا في الخلف مثلا أو في السيب في هذا وأذن المضيف الضائرة ما يمكن إلا واحد ما يكفي المكان إلا لواحد إمام وواحد خلفه مأموم فعلى قوله بن جبرين تصح الصلاة صلى خلفه للآية السابقة الآية السابقة التي ذكرها المؤلف لا يكلف الله نفسا إلا وسعها طيب السؤال التاسع عشر لا يا شيخ السؤال التاسع عشر أصولي تفع الماكن كل ما هي أنزل نعم نجح لحظ نجح لحظ نجح لحظ نجح لحظ نجح لك صمخي شيخ نجح لدباتي سؤال التاسع عشر طيب السؤال التاسع عشر أين تقف المرأة إذا تمت برجل أو خلف رجال مع الدليل صفحة 365 قال المؤلف رحمه الله بعد أن بين أنه لا تصح صلاة المنفرد المأموم الواحد لا تصح خلف الإمام ولا المنفرد خلف الصف قال إلا أن تكون امرأة فتقف وحدها خلفه لما رأوا البخاري ومسلم معنى نهس رضي الله عنه قال صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأمي أم الزليم خلفنا إذن المرأة تصلي تقف وحدها خلف الصف أو خلف الإمام أيضا إذن أين تقف المرأة إن أتمت برجل أو خلف رجال تقف خلفه أو خلفهم وهذا هو الدليل الذي رأواه البخاري المسلم طيب السؤال العشرون أين يقف الجماعة بالنسبة للإمام أين يقف الجماعة بالنسبة للإمام انتهينا من صلاة المنفرد الآن أتينا إلى صلاة يعني انتهينا من صلاة الواحد خلف الإمام الآن انتقل المؤلف إلى بيان صلاة الجماعة خلف الإمام أين يقف الجماعة بالنسبة للإمام قال المؤلف وإن كانوا جماعة وقفوا خلفه الدليل لما رأى مسلم عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي قال ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه ثم جاء جبار بن صخ فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه إذن جاء الأول وقام عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده وأداره عن يمينه جاء الآخر ووقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيديهما خلفه إذن إذا كانوا جماعة وقفوا خلفه هذا هو الجواب أين يقف الجماعة بالنسبة للإمام سؤال عشرين خلفه وهذا هو الدليل السؤال الواحد والعشرون ما حكم صلاة الجماعة إذا وقفوا عن يمين الإمام المشروع خلفه طيب لو وقفوا عن يمين قال المؤلف فإن وقفوا عن يمينه صحة مع الكراها يكره لو صلى جماعة مع إمام ووقف الجماعة اثنين ثلاثة اربعة عن يمين الإمام فصلاتهم صحيحة لكنها مكروهة مع الكراها التعليل قال المؤلف وعلّل الفقهاء لذلك بأن يمين الإمام موقف للواحد فلا تبطل صلاة الجماعة بالوقوف فيه إذن هو مكان صلاة مكان وقوف لكنها للواحد لكن السنة أن يقفوا خلفه وهذا مجمع إذن مجمع على أن السنة أن يصلوا خلفه فلو صلوا عن يمينه فصلاتهم صحيحة مع الكراها طيب السؤال الثاني والعشرون معكم صلاة الجماعة إذا وقفوا عن جانبي الإمام لو وقفوا عن جانب واحد وهو اليمين الصلاة صحيحة مع الكراها طيب لو وقفوا عن جانبي الإمام واحد عن يمينه وواحد عن يساره أو اثنين عن يمين أو اثنين عن يسارة أو ثلاثة عن يمين أو اثنين عن يسارة قال المؤلف أوقفوا عن جانبيه صحة ولم يقل مع الكراهة صحة لفعل ابن مسعود رضي الله عنه إذن الصلاة صحية بلا كراهة على المذهب هذا هو القول الأول على القول الأول في السؤال وعلى القول الثاني طيم وذهب جمهور أهل العلم إلى كراهة ذلك يكره أن يكونوا جماعة ويصلون عن جانبيه الإمام لماذا التعليل لأن وقوفهم خلف الإمام هو السنة والإعراض عن السنة مكروه إذن يفرق بين هذه المسألة والمسألة التي قبلها على المذهب طيب السؤال الذي يليه السؤال الثالث والعشرون ما حكم صلاة الجماعة إن وقفوا قدام الإمام ذكرنا صلاة الجماعة عن يمين الإمام وذكرنا صلاة الجماعة عن جانبيه الآن ما حكم صلاتهم قدام الإمام مر علينا من قبل أن صلاة الواحد قدام الإمام لا تصح إلا للضرورة على رأي الشارح طيب ما حكم الجماعة لو صلوا قدام الإمام قال المؤلف صفحة 366 فإن وقفوا قدامه لم تصح صلاتهم التعليل لوجوب تقدم الإمام كما سبق لوجوب تقدم الإمام كما سبق إذن تقدم الإمام واجب فلو وقفوا قدامه لم تصح صلاته كما سبق صفحة 363 صفحة 363 حينما قال المؤلف صفحة 363 قال المؤلف أو وقف قدامه لم تصح صلاته يعني كما أن الواحد لا تصح صلاته لو تقدم لأن تأخيره صلى الله عليه وسلم للمؤمومين خلفه يدل على وجوب تقدم الإمام كما في حديث كما في حديث الذي فيه تأخير النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمومين خلفه في حديث جابر رضي الله عنه قال فأخذ رسوله صلى الله عليه وسلم بيدينا جميعا فدفعنا حتى عقامنا خلفه طيب انتهينا من صلاة الجماعة عن يمين الإمام وانتهينا من صلاة الجماعة عن جانبي وانتهينا من صلاة الجماعة قدام الإمام السؤال الذي يليه ما حكم صلاة الجماعة إن وقفوا قدام الإمام انتهينا منه لا تصح مع التعليل والدليل في صورتين وجدوا مكانا لم يجدوا مكانا إن وجدوا مكانا فلا تصح طيب إن لم يجدوا مكان قال المؤلف كما سبق يعني كما مر علينا قبل قليل في مسألة ما لو صلى المأموم قدام الإمام ذكر لنا المؤلف القولين ذكر كلام المذهب عندنا أنه لا تصح الصلاة وذكر القول الآخر بأنه هنا للضرورة وللحاجة تصح الصلاة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فنفس القولين في صلاة المأموم الواحد قدام الإمام ينسحب هنا في صلاة الجماعة قدام الإمام إذا لم يجدوا مكانا السؤال الرابع والعشرون ما حكم صلاة الجماعة إن وقفوا عن يسار الإمام مع خلو يمين إذا هذه مسألة جديدة أخذنا صلاتهم خلفه وعن يمينه وعن جانبيه وقدامه الآن عندنا مسألة ما حكم صلاة الجماعة لو وقفوا عن يساره مر علينا من قبل لو كان واحدا وصلى عن يساره فصلاة غير صحيحة فمن باب أولى لو صلوا جماعة قال المؤلف أو وقفوا عن يساره لم تصح لحديث ابن عباس السابق أي صفحة 363 360 حديث ابن عباس في البخاري ومسلم أنه رضي الله عنه وقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم لما راد الصلاة معه في قيام الليل فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده فأداره عن يمينه إذا لا تصح الصلاة لو وقف الجماعة على يسار الإمام بخلاف ما مر علينا لو وقف الجماعة عن يمين الإمام فالصلاة صحيحة طيب السؤال الخامس والعشرون أو نقف عند السؤال الخامس والعشرين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ترجمة نانسي قنقر شكرا 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 شكرا